أبدأ معك أحمد وآخر التطورات بعد استهداف حزب الله لمستوطنات إسرائيلية كذلك مواقع عسكرية يعني بالفعل هو يوم تصعيد بامتياز منذ صباح هذا اليوم دوت صافرات الإنذار في مناطق عديدة ولكن كان الهدف هو استهداف منطقة جبل الجرمق وهناك قاعدة عسكرية إسرائيلية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تم استهدافها هي هذه القاعدة مسؤولة عن حركة الطيران وترقب ما يجري وحركة الطائرات إن كان في إسرائيل أو في لبنان أو في سوريا أو حتى في الإقليم وتحدثت تقارير إسرائيلية سابقة عن أن إسرائيل عندما نفذت غارات في سوريا فانطلاقها من هذه القاعدة كان لها دور في تنفيذ هذه الغارات وفي تنفيذ الهجمات الإسرائيلية خارج الحدود لذلك نتحدث عن هدف حساس وهدف عسكري إسرائيلي تم اليوم إطلاق قرابة 62 قذيفة صاروخية وهذا ما أعلنه حزب الله ولكن إسرائيل تشير إلى أنه 40 قذيفة ورصدت وصول 40 قذيفة إلى تلك المنطقة أيضا بعد ذلك تم إطلاق صواريخ نحو كريات شمولة ومحيطها الحديث يدور عن أربع قذائف صاروخية سقطت في مناطق مفتوحة وأيضا في منطقة لمطلة تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو أحد البنايات الموجودة في منطقة لمطلة لذلك نتحدث عن هجمات عديدة عن ثلاث هجمات أبرزها استهداف الموقع العسكري الإسرائيلي بهذه الصواريخ الواسعة والعدد الكبير أكبر رشقة صاروخية تطلق من لبنان منذ بدء هذا التصعيد منذ أثام من أكتوبر وتأتي أيضا ضمن الرد الأولي على اغتيال العروري ولكن إسرائيل تترقب ردا إضافيا لأنه في بيان حزب الله تحدث فقط عن رد أولي هناك حركة نشطة للطائرات الإسرائيلية في الأجواء وهذه الطائرات تشارك بشنغارات على الجنوب اللبناني وأيضا تراقب ما يجري على الحدود الشمالية إضافة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي عن تصفية خلية شاركت في إطلاق الصواريخ صباح اليوم نحو إسرائيل وضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله لذلك هو يوم توتر ربما هو يوم تصعيدي نشهد رشقات بعيدة أيضا نشهد تصعيدا نوعا ما إن كان بالقصف الإسرائيلي أو إن كان حتى بالعمليات التي ينفذها حزب الله